في دبوس الطرحة لا انا ايدي واجعاني وابتدعيط انا ايدي بتوجعني هي فعلا بيبقى حقيقة ايدي بتبقى واجعها جدا فايسي بقى في كل حاجة طب خلينا اخد ايمان علو اهلا مليكي ازاك ايمان الحمد لله سمعين حساسين ايه الحمد للاخبار الاشخاص الحساسين ايه هل انت من الشخصيات الحساسة ولا تعرفي حد كده للأسف انا احكي لنا بقى للأسف الموضوع بيبقى متعب ليكي ومتعب اللي حواليكي بس مش عارف هم بيبقوا حسين زي ما انا ببقى حساسة ولا ايه بس انا ببقى عندي حساسة مفرطة الاتعامل مع الناس يعني انا لما مثلا بكون دور بسا زي اللي انا وقدت دلوقتي ده انا كلمتك وانا بردانة كده سنقوريكي ان الموضوع قد ايه بيبقى بالنسبة لي حساس قوي اللي حسن اللي قدامي مش حاسس اللي انا تعبينة او لما اقول لنا تعبينة انا فعلا ببقى تعبينة مش بتدلع وحس منه اللي هو لا مبالاية يعني او اللي هو عادي طب بعدش يا ايمان ايمان من شاء الله عنه محس مش هو بس مش قصدي مش قصدي يعني مش فارق معي يحس ولا ما يحسش يعني مهم مانا وخلاص يعني اقصد ايه فارق معاك ان هو يحس او ما يحسش ليه باخد في نفسيتي او الموضوع بيبقضوا على نفسيتي اللي هو تقلت ليه مش حاسين بي اه عنهم محسن هوا هي دي بقى يعني مش مهم يعني مهم انت مع نفسك اه فدي حاجة جزئية بصيب المنظامه ده بعد تاني احنا ما نعرفوش عن الشخص الحساس انه لازم الناس تحس بيه الناس تحس بيه ويتقدر ان هو فعلا فعلا شخص دوت بيبقى ابسط حاجة تبسطه وابسط حاجة عياته ويدحك يعني يعني يتبسط في عيات يداي عيات هو دي حاجة بتبقى لاقراضي يعني لو اتبسطت جدا لقيني لاقراضي بعيات ولو اتبسطت جدا او شفت حاجة حتى بؤثرات خارجية مش لازمت موقف عندي يعني انا اللي شفت حتى في التليفزيون بعيات لقيني لاقراضي بعيات بس دي موجودة في ستات كتير طب قوليني هل فيه ناس بتتخنق منك اكتر حد بيتخنق مني هو جودي الحقيقة بعد من الموقف يعدي بلاقيه بقى انت كنت تتعبانا بس مش للدرجات دي ايوة كلمة انتي اوفر دي برضو بتدايق اه بتدايق جدا ايه الافورة اللي انت فيها دي وهي تبقى فعلا حاسة انها هي مش اوفر ده فيه كلمة بقى اقصى دلوقتي انت عارفة لانا بقيت بقى متحفزة جدا بس اي حاجة فيها وانا تعبانة ما بقيتش بقول ان انا تعبانة لان انا عارفة ان نرد الفعلة هيتقال انت اوفر قوي على طول مافورة ايها الافورة كلمة دي بتدايق فعلا ايه لا انا مش بتدايق والله بس انا احساسي انا بها غيركم انا حاسب نفسي كده مش ببقى متسنية بقى كلمة دي بقى بتدايقانيني اوي اوي طب حتى لو فيها اي حاجة بسيطة حتى تعباني او كبيرة كبيرة او صغيرة ما بقيتش بقول يا ستي ده انا جالي كرونا مكادش متده ان انا عندي كورونا رحت عملتنه المسحة عشان يفده ان انا تاعبانه وعندي كورونا ألف سلامة خفتي ألف سلامة باين على صوتك معلش سلامتك وبالذات الكورونا كمان بتبقى محتاجة الناس تهتم اهتمام مختلف برضو يا جماعة وما هي دعاء نفسيا مش أكتر أنا بمحتاجة دعم نفسي أكتر من الأدوية والراحة أنا بمحتاجة دعم نفسي لحيث اللي أنا لوقع يعني لو وقعت زي أي أم في البيت لما وجودها بيفرق مع الناس اللي حوالين منها لما وقعت اللي حوالين منك وجودهم مهم جدا ولما بقى ولا سيامة لو هو شخص حساس بطبعه فالموضوع هيفرق معاه جدا شكرا لك يا إيمان أنت كنت بتقولي يا مروة أنه كلمة تانية غير أنت أوفر فيه كلمة تانية غير أنت أوفر دلوقتي بقوا من المراحقين بيقولوها والكبار دي عيوتة قوي أعرف أن بمشلة صحاب لا 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 مش هنخرج معاها لي يا بني عيوتة قوي يا ماما أقل حاجة بتعط عيطو أقل حاجة تتأثر ده بيخلي حتى الشخص الحساس يعني حس أنه ما مجوز أنه هم حتى مش هايزيني تعملوا معاه وكلمة أنت أوفر دي حقيقية يا جماعة هم فعلا عندهم الإحساس بالبيئة المحيطة أضعاف أضعاف الأشخاص العاديين ده حقيقي جدا فبلاش نواجههم بأنه بأنه هم أوفر لأن هي من جواها كمان بتحس أنه لا أنت مش بني آدم أنت ما عندكش إحساس ليه؟ لأن هو أقل منها بكتير في رد الفعل وفي الشعور حشان كده الطرفين بيبقوا مجهدين في المعاملة وفي التعامل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر